بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليها أفضل الصلاة والسلام زيكم أحلى متابعين وأحلى مشاهدين وأحلى ناس حلوة بتابعة الكومنتات جميلة كده ربنا يخليكم لي ويدمكم نعمة في حياتي يا رب و ألف شكرا ألف شكرا على الكومنتات الجميلة و شكرا على اللايقات اللي بتنسوها يلا بنا نخش بقى في المكونات على طول كده هنعمل أكل حلوة قوي قوي تنفع فطار تنفع غدا تنفع عشا بجد الأكلة جميلة و فيها جميع العناصر الغذائية هي العجة العجة طبعا فيه العجة المصري فيه العجة التركي العجة المصري بس أنا هتشيف عليها حاجات من التركي شوية العجة التركي يلا بينا كده وإحنا شغالينا على النار نشوف هنعملها ازاي الأول نشوف المكونات النهاردة هنعمل مع بعض العجة المصري بطريقة جميلة جدا جدا هي اللي هي أكزة طريقة بتتعامل بيها العجة التركي والعجة المصري أنا هياخد من التركي شوية وهضيفه على العجة المصري طريقة جميلة جدا جدا إن شاء الله هتستفد منها بجد مكوناتها سهلة وبسيطة ومشفيش ربع ساعة يعني ممكن بنوطة صغيرة تعملها في دقيق كده هوت وهتكون استويت وطلع بالمنظر الجميل دوت أكناها كيكة بجد حلوة قوي قوي جربيها بالشكل دوت وإن شاء الله مش هتبطري تعمليها يلا بينا نسمي الله ونخص ونشوف المكونات بتاعي المكونات بتاعت العجة بتاعتنا معينة هو التمن بضغط مع يافر في الألوان طبعا حبيت تستغني عنه مفهوش أي مشكلة أنا هقولك على الأساسيات بتاعت العجة البيت حسب الكمية اللي انتش عايزيها نص كباية لبن ثلاث معالق دقيق بصلاية خضرة طبعا التوابل بتاعتها بيكينج سودا ربع معلقة صغيرة بيكينج بوضل برضو نص معلقة فلفل اسود ملح لو في نعنيع فرش فيه مفيش يبقى نحط نشف أنا ما عنديش فأنا هحط نعنيع نشف حوالي برضو ربع معلقة ربع معلقة نشف لو أقدر حط يعني عضين تلاتة كده ربع معلقة كمور ربع معلقة كزبرة طبعا الأساسي الفلفل الاسود لازم يكون نص معلقة أو أكتر على حسب ما انتش بتحبي معي أنا هو الفلفل حامي معي فلفل ألوان أحمر وأغدر معي أنا هو الطمطمية طبعا القلب بتاعها اللي هو الطري دوت بشيله هو والبز أنا يعني بكتفي ومقطعها مكعبات كده بالطمطمية لازم تكون جامدة معي أنا هوات الخضرة كوزبرة وبقدونس استبعدت الشبت مش بحب الشبت عليها بصلاية حلوة كده هو نص كباية دقيق يعني نص كباية دقيق حوالي تلات معلق كبار نص كباية اللبن هنا هوات الجبنة حبيت تخطي مكس جبن اللي يعجبك أنا عندي جبنة موزاريلا حبيت تستغني عن الجبنة الموزاريلا ما فياش برضو أي مشكلة يلا بينا بقى كده هوات على النار معي على النار حوالي معلقتين زبدة حوالي معلقتين زبدة هنزل بالبصلاية المفروه ما بتعطي نعلي النار كده شوية هنزل بالبصلاية بالشكل دوت يدوبك تبدل شوية البصلة مش عايزة حمارة يعني طبعا البيت بتاعي مش بياخد سوى فلازم البصلة يعني تبدل شوية طبعا السنية أي سنية بقى بيريكس سنية ألمونيا ما فاش أي مشكلة هادهنها مادة دهنية زبدة أو ثمنة ورشة جيل أكاني هعمل كيكة بالزبط هنا بقى هنزل بالفلفل للأجوان بتاعي بطول ياخد تدديلة بسيطة جدا انا كده مش بسوي انا بدبل الخضار بس والفلفل الحرار حبيتك ثانية عنه برضو مكوش مشكلة تختلف بقى العجة التركية عن المصري اللي انتش بتحطي فيها خضار التركي بتحطي فيها خضار انتش ممكن تجيبي بطاطسايا أو جزرايا أو كوتية وتخرطيها مكعبات صغيرة زي الفلفل ده كده بالزبط وتجي عطيها تشويحة بصيفة على النار او تحميرها بحطة سمنة او زيت اللي يريحي وتضافها على الخضار ده بس انا مش بحبها بالخضار لا انا بستكفى بمكس الجبن ومكس الفلفل حبيتك ثانية عن الفلفل ما فيش اي مشكلة كده كفية قوي انا هطفي عليها ويلا بقى نتنقل على العجة نشوف هنعمل ايه يلا بينا اول خطوة كده هعملها هنزل بنص كوبية اللبن بالشكل ده معيها اللي اتجي ايه بحس ما يكونش فيه تكتلات بالشكل ده كده هبقى على جنب يلا بينا اضرب البيت كويس جده حسب كمية البيت بقى اللي انت ايه بتحبيها يعني حبيتي تزودي تعمل سنية كبيرة طبعا هتزودي كمية الخضار اهو بالشكل ده. هنزل بالتوابل بتاعتي. بجد جميلة جدا جدا وتبقى الكيمة الغذائية بتاعتها عالية طبعا فيها خضار فيها فيها لازم يتضرب كويس جدا جدا. لو حبيتش يتبشري فيها بطاطسايا مفاش اي مشكلة جزرايا بس انا عيالي بيحبوها كده بصراحة. بس كل ما زايدت المكونات بتاعتها كل ما زايدت القيمة الغذائية بتاعتها. كده قلبناها كويس قوي. ازلت بالطماطم. بالخضرة بتاتير. طبعا هقلب المكونات دي كلها. عبال. البصل بتاعي ما يهدى شوية ويبرد. عشان ما نزلش كده على البيت. ابصة لقيه حتة اتكتلت واستويت معايا. هنزل بالجبنة. حبيتش تستاني عن الجبنة ما فاش اي مشكلة. يلا بينا بقى الخليج كله كده يدمع مع بعض. تقريبة حلوة قوي كده. بجد جرى بالعجة بالطريقة دي هتعجبك جدا جدا. ايه حبيتش تخطي فيها زتون اللي تحبيه كله حطيه مش هتقولك لأ. بس انا مش مش عايزة زتون النهارده. انا ساعد بعملها بالزتون. بتطلع طموحلو برضو جدا. اهم حاجة ان هي تتقلب كويس. طبعا الابيض اللي باين دوت دي الجبنة الموزاريلا بتاعتي. طبعا بتسيح وبتبقى خليها تعمل بيزة حلوة قوي. عندي الجبنة شيدر حطيها. عندي الجبنة رومي حطيها. بتبقى حلوة قوي برضو. يلا بينا بقى كده الخليط بتاعي برد. هنزل على كله بقى يندمج مع بعض كده. تقليبة حلوة. بجد لسه ما عملتهش ورحة حلوة جدا بجد. اهو بالشكل ده المكونات كلها اندمجت. انا هنزل با يعني ميكتين خلي كده. يلا بينا بقى ايه? طبعا مع ايا مدهونة سامنة زيت بس انا دهنيها سامنة بالشكل ده كده وفيها رش دقيق هنزل انا بالمكونات بتاعتي دي كل لها في قلب السنية بجد طريقة العجة دي حلوة قوي قوي بجدها تعجبة جربيها بنفس الطريقة بتاعتي دي طبعا اكني بسوي كيك بالضبط لازم الفورد يكون سخن عند درجة حرارة 220 هحطها على الرف الوسط وهنلجا مع بعض بعد ما تستوي بازن الله بتاعتنا بحتة حلوة جدا يدها وشايفين ابه ازاي يعني هشة اكنها كيك بالضبط يلا بينا كده نحاول نقطعها مع انها سخنة جدا بس انا هحاول اطلعها كده ما تتفرفتش يلا بينا كده نحاول نطلعها من البيركس بتاعنا مع انها سخنة بس انا هحاول اطلعها بقى اقل الخسائية ما تتقطعش مني بسم الله الرحمن الرحيم اهو شايفين شايفين ابه ازاي راحتها حلوة جدا جدا شايفين اكدناها حتت كيك بالضبط شايفين راحتها جميلة واستوت وشايفين هشة وقبه اهي جميلة جدا جدا يارب طريقة العجة تكون عجبتك وتعمليها بنفس الطريقة جيه وتعجبك جدا جدا وطعمها حلوة قوي اه ورحيتها حلوة وشايفين مش لزقه من تحت شايفين سخنة جدا جدا يعني اتعاملي مع العجة نفس معاملة الكيك بالضبط ان شاء الله هتعمليها و هتعجبك قوي قوي بالنفس الطعم الحلو دوت كده اه ما تنسينيش بقى في اللايك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع الف مليون سلام اشتركوا في القناة